عشان كده حلقة النهاردة المهمة فيها عنوان واحد ورئيسي زيارة لإنقاذ تلك التي نسيناها احنا نسينا نسينا الرياضة بممارساتها وقيمها نسينا الروح الرياضية وفروضها وواجباتها نسينا المسئولية الوطنية نسينا مسئولية الجميع عن تربية الناش ورعاية الشباب نسينا القدوة نسينا العلاقات نسينا القيم اللي المفروض تكون موجودة في الملاعب وتصدرها الملاعب للمجتمع كله نسينا حاجات كتيرة أو للأسف في خضم كل الفترات والتفاصيل المسيئة المشينة اللي سبعت هذه الزيارة احنا مش بس نسينا أستاذ أبراهيم احنا تجرأنا عليها وها ما حذرنا قلنا احنا مش خايفين من حاجة أكتر من نطلع عجيال تستهتر يعني هي قيم متقليل يعني ايه مبادئ يعني ايه اخلاق يعني ايه علاقات عامة لا لدرجة ان كان اللي بيشيد بالخص او المنافس كان بيتبادل من انصاره المشهد كان تحولنا من ان احنا ندعم كل ايجابية في كرة الخدم وزاي ان هي بتدعم القيم وانها تطلع مواطن سليم أستاذ أبراهيم احنا زمان في كتب المطالعة اتربنا على فكرة العقل السليم في الجسم السليم طب الجسم السليم كان بالرياضة طب هو سليم بيوصل لك العقل السليم لإيه؟ لانه كان بيزرع فيك قيم التنافس الشريف قيم رياضية نبيلة لما نبتعد عن هذا ونفرح بين اللي تغلبه اللي تكسبه العبه وانك انت القوة في انك انت لا ده اللي بيجيب الحق هذا الاسلوب كان فيه خطورة الزيارة دي بقى اتباح بح كده وخدنا من اول مشهد السجادة الحمرة طيب اللقطة اللي انتوا شايفينها او التفصيلة اللي انتوا شايفينها دي المفروض كانت تحصل من فترة مجلس دارة الزمالك بعد انتخابه برئاسة الكابتن حسين لبيب وجه الدعوة لمجلس دارة النادي الآلي لزيارة نادي الزمالك هم مجلس دارة النادي الآلي بتلبية الدعوة لكن ظروف قاهرة مرض الاساس العمري فاروق عليه رحمة الله ثم وفاته رحمه الله رحمة واسعة اجلت الزيارة الى حد اليوم كابتن محمود الخطيب ومجلس دارة النادي الآلي اعلنوا منذ ساعات تلبية لدعوة مجلس دارة نادي الزمالك مجلس إدارة النادي الأهلي يزور نادي الزمالك صباح اليوم دي لحظة وصول مجلس الإدارة ونكابت الخطيب لمقر نادي الزمالك هسيبكوا تعيشوا اللحظة بأصوات أعضاء نادي الزمالك والحضور ونعلق مع بعض يعني حضور إعلامي كثيف اهتمام كبير جدا ثم الدخول يعني استغرقت فترة من الاستقبال الحياة ترحاب بالسجادة الحمرة من مدخل بوابة نادي الزمالك الزحام شديد أعضاء كتير اهتموا أنهم يكونوا محاضرين يمكن هتاف لكابت الخطيب بيبو بيبو لما تسمع هتاف زي كده في مدخل نادي الزمالك من أعضاء لنادي الزمالك للرئيس النادي الآلي اعرفوا أن الناس كل الناس نواياها خالصة في التخلص من أثار ما فات مفرقات قدرية كبيرة أنا عايز أقول حاجة عايز أقول أن الزيارة في حد ذاتها زيارة مهمة طبعا ولكن في السياق التاريخي حدثت قبل هذا إيه اللي مايز الزيارة دي بقى في الأجواء اللي حصلت فيها وفي التوقيت اللي حصلت فيه وفي هذا الرقي في الاستقبال وحرارة الاستقبال أي إنك يتزرع لك سجادة حمرة من المدخل لحد مكان الاجتماع هذا احترام وترجمة لتقدير هذه الخطوة أيوة يشكر نادي الزمالك عليه مؤكد مؤكد هذا الحجد الإعلامي هذا القبول والترحاب من أعضاء مجلس الإدارة طبعا طبيعي لكن من أعضاء النادي نفسهم وترحبهم أيوة اللي راهن البعض أنها قد تكون زيارة تقابل بفطور أيوة فقوبلت بكل هذه الحفاوة وهذا الاهتمام وهذا التفاؤل أيوة السادة إبراهيم لما الزيارة دي تعكس هذه المشاهد يبقى ناس متفاؤلة باللي جاي أيوة وده نقطة مهمة جدا عشان الزيارة تتحول من زيارة بروتوكولية إلى الزيارة ذاتة معنى أيوة تطبق على أرض الواقع لصالح الرياضة وصالح الناديين ولصالح الهندية الشعبية وكل الهندية ولصالح مصر أولا وأخيرا التي تشهد مشهد من أروع ما يكون إقليميا ودوليا في السياسة يعني الإدراك بأن التقارب هو مخرجك في مواجهة الصعاب أصبح لغة العصر النهاردة يجي لك زيارة زي أردوغان يجي لك أيام زي اليوم المصر السعودي في الأوبرا لا طبعا مع الزيارة دي بتقول إيه أنا الأوان كلنا نلتف على صعيدنا الإقليمي وأن الرياضة يجب قال أدور في توحيد والتفاف الشعب المصري على أداف سامية بلاش الهيافة بتاعة التحفيل وبتاعة المكيدة وعلينا أن نبدأ جميعا وبنقول لكم من هنا حنلتزم وحنلتزم وحنلتزم عشان ندي فرصة للجاي إنه يلتزم ده كان مهم جدا فترة كان من الحوار الأخو الدافق بين الكابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب لفتة طيبة كان الكرسي اللي على شمال الكابتن الخطيب وضعت عليه الورود كرسي محجوز لنائب رئيس النادي الأهل الراحل الوزير العامري فاروق والمعنى واضح هو الحاضر الغائب بالضبط هو الغائب الحاضر ودعي الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادا وترحما على روح الكبير العظيم الراحل الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهل اللي كان من المؤكد هيكون في طليعة الحضور لو كان بنا الآن نشوف دقيقة حداد والترحم على روح الكابتن الخطيب يمكن يمكن هما دعية الحضور للوقوف دقيقة ترحما على الكابتن العامري فاروق وقراءة الفتحة على روح الطيبة الطاهرة سوما